واقعي معك. صد. احنا عندنا حداشر لاتناشر لعب. مم. ولعبة. مم. من الموجودين في البعثة اللي قوامها مية تمانية واربين لعب ولعبة. اه. خلاص قادرين على المنافسة على الميديليات. مم. يعني قادرين على المنافسة. يعني انا ممكن يكون عندك مين كان اكبر حد فرصه في الميديالية الموجودة في البعثة دي كلها. اه طبعا انا كان صار سمير طبعا. صار سمير اكثر. طبعا. طبعا. لان صار لعبة رقمية. اه. فالدنيا واضحة. صارة هتروح هتنافس على يدهب يا فضل. مم. بالارقام. مم. تمام. فصارة فرصتها في الميديالية تتعدى تمانين في المية. اوكي. خلاص عشان ما تجيبشي وارد طبعا احنا في الرياضة. لازم فيه اصابة لازم فيه حاجة غير طبيعية. مم. احمد الجندي بيلعب في لعبة فيها عصعب شوية. مم. فيها خمس العب مختلفة. مم. فيها السلاح ما تعرفش ايه اللي هيصل في اليوم. فيها الفروسية بالقرعة. اه. تمام. يعني لو كان عكس الاداؤه في الفروسية من السيمي فاينل للفاينل. ما كنا شوفنا مبادلية. مم. هو عمل وحش في السيمي فاينل. اه. وربنا سطرها. وصلنا للفاينل. عمل رائع في الفاينل في الفروسية. زبا. فعشان كده فرص احمد كانت خمسين خمسين مسلا. خمسين خمسين? اه خمسين خمسين طبعا. لان عندك حوالي عشر لاعبين من الستة وتلاتين لعب نتأهله في الخماسي للنهائيات. تمام. العشرة دول مينهم اتنين مصريين. اه. احمد ومهند عندهم فرص. اه. انما فيه لعبة اخرى. عندهم فرص وصول الميدال. بس الفرص كانت خمسين في المية بس. بالنسبة لأحمد تحديد. فرصته بالنسبة لي انا كرئيس تحديد خمسي. اه. خلص فرصة احمد كانت ما بين خمسين الستين في المية لتخير الميدال. يا حركة اتفاجئت ان هو جاب ميدال. اه. اه. انا اعلننا. اه. اه. في قنوات الفضائية يمكن في اون سبورت قبليها تلتة شهر. اه. وفي مع برنامج اه العلامي الكبير احمد موسى قبليها باسبوع بعد. حالك قلت انه هجيب ذهب وحيدرب الرقم الكاسب فعل اه. بالزبط. اه. وده حصل. احنا الترجب بتاعنا كان واضح. اه. اخمازي الترجب بتاعنا هو كسر الرقم العالمي والاوليمبي وتحقيق الف خمسين وخمسين نقطة. احنا حققنا الف خمسمية وخمسين نقطة. كسرنا الرقم العالمي والاوليمبي. فاحنا احنا الترجب بتاعنا كان الدهب. هل مع ده معنا ان احنا اكيد هنجيب الدهب? لا طبعا. ممكن الاداء. بينما احنا كنا بنمنى نفس المجهود اللي احنا بزلناه. ان شاء الله يساوي الدهب. وخد كان. اه. طب بمناسبة الخماسي الحديث وحرك طبعا رئيس التحاد المصري الخماسي الحديث. معنا ان في لعبة هتتغير من الخمسة. اه اوضح لنا القصة دي. انا نائب رئيس التحاد الدولي الخماسي. اه. واتحاد دولي خد قراره بعد اولمبياد توكيو. اه. مباشرة. باستبعاد لعبة الفروسية. بلعبة تانية اسمها الموانع. اه. كورس اسمه نينجا ووريور. اوك. تمام. اوك. ومثابته سبعين متر. عدد من او الموانع. اه. لازم اللعب يعديها لغاية خط النهاية. اه. وبياخد زمن معين والزمن. ده بيترجم الى النقاط. اه. وده اولا دي تم تطبيقه بقاله سنة اه. انما مرحلة. ده مكان الفروسية. اه. اه. مفيش فروسية خلاص. خلاص. انما مرحلة الكبار. اه. اللي بتلاقي فيها الاولمبياد. اه. ما ما تطبقش فيها ده. الا لما تخص الاولمبياد. يعني الاولمبياد باريس هي اخر مسابقة رسمية للتحاد دولي. اه. كان فيها فروسية. بعد كده خلاص. مفيش فروسية. اه. طب هل نقلع على شباب مصر. هلنقلع على احمد الجندي. اه. ومهند وكلام ده كله. اه. طبعا الابطالنا اللي المثلونا في في الاولمبياد. كان فيهم ثلاثة على مستوى الكبار. وفيهم واحدة على مستوى الناشئين. اللي هي ملك خالد. اه. ملك لعبت قردي. الابسكيل. اتمرنت عليه. وملك هي بطلة العالم تحت تسعتاشر سنة. اه. في الخماس الحديث. اه. رقم واحد على العالم. اه. فبالتالي هي لا.